كريت فايف عاملين ايه اتمنى اكونوا كويسين اه لسن فور من كونسبت 2 هنكمل فكرة الفود ويب ونفرهمه اكدر اه بيقولك الفود ويب is made up of several interconnected food chain طبعا صح احنا قلنا الفود ويب عبارة عن مجموعة من الفود ايه الفود ايه الفود ايه طب الفود ويب can be used to show how organisms that live in an area depend on each other for survival يعني الفود ويب بتبين لي ازاي الorganisms بيعتمدوا على بعض عشان يبقوا عايشين طبعا برضو صح you have learned that food web is a model احنا قلنا ان هي عبارة عن model show many different feeding كزا طريقة من الاكل among living a organisms طيب احنا دلوتي هنعمل ايه عندنا كزا كارد وتعال نشوف نعمل بيها ايه الفود ويب طب هعمل ايه بقى اول حاجة هقسم الانيمالز بتاعتي ده هيت اللي انا شايفها او السور اللي انا شايفها ده هيت على حسب الايه مين بيأكل مين ومين هادق به تمام طيب فلقينا ان الانيمالز ده هيت في منها انيمالز بتاكل البلانت صح كده زي مين زي الربت وزي مين الموس طيب ولاقينا ان ممكن يبقى فيه انيمال بياكل انيمال تاني زي السنيك ممكن ياكل الموس وممكن يكون فيه الايجل ياكل كزا نوع ممكن ياكل الموس ممكن ياكل السنيك ممكن ياكل الايه الربت هي دي بقى الفكرة بتاعت الفود ايه ويب طيب تعالوا بينا نرسمها كده هوت ونشوف ونعمل اسهم مين هيكل مين لو انا رسمت ان قدي قدي البلانت بتاعي مين اللي هيكله هيكله الموس وهيكله الربت صحي كده يبقى لازم اطلع منه سهمين سهم طالع للربت وسهم طالع لمين للموس طيب هنيجي ليه الموس مين هيكله لاما السنيك هيكله لاما الايجل هيكله يبقى لازم اطلع منه ايه يطلع منه سهمين طيب بالنسبة للايجل نفسه هيكل مين هيكل الربت وهيكل السنيك وهيكل مين الموس طيب بالنسبة للسنيك الربت ايه هيتاكل عن طريق السنيك صح دي بقى كده الشكل ده كده ده اسمه فود ويب لما تلاقي ان في واحد بس طلع منه كزا سهم ماشي يبقى تعرف ان هو ده ايه دي حاجة اسمها فود ويب يعني كزا طريقة للاكل يعني السنيك ممكن ياكل الربت ممكن ياكل الموس الايجل ممكن ياكل السنيك ممكن ياكل الموس البلانت نفسه ممكن حد ياكله تاني زي الموس او الربت يبقى دي اسمها ايه كزا طريقة كزا فود تشين موجودة في في موضل واحد هو ده اسمه ايه سنقول كده الكونكولوجن ان الفود ويب از امودل ذات دسكرايب الانرجي فلو اندفيدنج انتر اكشن بتوين الليفنج ارجانيزم ايه يعني هي بتبين لي الانرجي ازاي بتتنقل وسط الكائنات الحية بس ايه كزا فود تشين بقى تمام؟ طب ايف ان ارجانيزم ان ايكو سيستم ديس ابير ديس وقال بيك كتير قوي وسعب ان نحتار فيه لو في واحد منهم مش موجود ايه اللي هيحصل؟ يعني مثلا نفترض ان مثلا مفيش بلانت هنا ايه اللي هيحصل؟ طبعا الربت مش هيلاقي حاجة ياكلها والموس مش هيلاقي حاجة ياكلها فممكن هما كمان يموتوا طب لو الربت ده مات والموس ده مات السنيك او الايجل ما لهم كمان مش هيلاقي حاجة ياكلوها فهيعملوا ايه ممكن يموتوا يعني معنى كده ان الفود ويب دي ممكن تتأثر صحي كده؟ يبقى الفود ويب اقوله ايه؟ الفود ويب انزيز ايكو سيستم في الايكو سيستم من اللي بتتكلم عليها دي will be affected يعني هتتأثر because some organisms lose their food source فقط المصدر ايه او المصدر الاساسي بتاعه للاكل يبقى لما يجيدي سؤال ده ايه اللي هيحصل؟ what happened؟ لو الاورجانزم في الايكو سيستم اختفى او لو سعتها ان الفود ويب هيحصل لها ايه؟ will be affected طب ليه؟ why؟ او give reason ليه؟ ليه هتتأثر؟ ليه ممكن يقول لي كده الاورجانزم تاع الايكو سيستم ده هو فالفود ويب affected will be affected ليه؟ اقول لي عشان الورجانزم ده some organisms هتعمل ايه؟ lose their food source فهمتو كده الفكرة؟ تعال بينا نعمل التشك كده؟ the snake is considered as a producer the snake producer طبعا غلط احنا قلنا producer بيعمل اكله بنفسه زي plant the mouse can eat snake the mouse يأكل snake طبعا غلط العكس green plant is producer living organisms دي بقى صح green plant producer the eagle is considered as a prey the eagle فريسة يعني بيتاكل طبعا غلط هنا في الفود ويب ده هيت هو لا هو predator يعني هو اللي بيأكل living organisms كده احنا خلصنا رسم 4 مجرد ان احنا فهمنا اكتر يعني ايه هو الفود ويب ركزوا فيها واتدربوا عليها كتير بيبوش